مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها أيوب الكعبي ينجو من زلزال تركيا المدمر طمأن المغرب أيوب الكعبي مهاجم هاتايسبور المتابعين بشأن وضعه الحالي رفقة أسرته بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا صباح اليوم الاثنين وخلف مئات الوفايات والجرحى ونشر الكعبي رسالة إطمئنان عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي انستغرام من خلال خاصية ستوري وقال فيها السلام أشكركم على الرسائل الحمد لله أنا وعائلتي بخير دعواتكم معنا والله محفظي الجميع وسجل في أفراد نادي هاتايسبور الذي يمارس فيه الكعبي فقدان اللاعب الغاني كريسيان أتسو إلى جانب المدير الرياضي للفريق كما لا زال حارس مرما هذا الفريق عالقا تحت الأنقاض وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم 7.9 درجات من سلم رشتار ما خلف لحد الآن 1500 قتل في البلدين إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر